تونس نشرة الأخبار السابعة صباحا من إذاعة الجمهورية التونسية سعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل والذي نستهله بالعنوين رئيس الجمهورية قيس سعيد يغادر فجر اليوم أرض الوطن في اتجاه تهران لتأدية واجب العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة وضع تصور جديد لدعم الصندوق الاجتماعية ووضع تشريعات جديدة لتسوية ملف المناولة وأوضاع عمال الحظائر والمتقاعدين تكوين فريق عمل لمتابعة حسن سير الموسم السياحي الصيفي أكثر من 200 ألف طلب على المساكن الاجتماعية ومصاعب في أعداد القائمات للمنتفعين والحكومة الإيرلندية تعلن اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحية طيبة مستمعين مشاهدين الكرام أينما كنتم إذن غدر رئيس الجمهورية قيس سعيد فجر اليوم مرضى الوطن في اتجاه طهران لتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا وأما صباح اليوم المرشد الأعلى الإيراني علي خامناء صلت جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان وبقية من معهم مع بداية توافد عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من عديد الدول لتقديم واجب العزاء هذا وقد شارك حشد ضخم أمس في مراسم تشيعي رئيسي الذي أدخل مصرعه إيران في صدمة سياسية قبل الانتخابات الرئيسية لتعين خلف له في الثامن والعشرين من جوان قادم وتستمر المراسم حتى يوم غدا الخميس أين سيوار جثمان رئيسي يثرا في مدينة مشهد مسقط رأسه في شمال شرقية البلاد فيما بدأت مراسم التشيع الرسمي في وقت مبكر من يوم أمس في مدينة تبريز كبرى مدن شمال غربي البلاد التي قضى رئيسي قربها في حادث تحطم مروحية مع سبعة من مرافقيها فيما تواصل السلطات الإيرانية البحثة في أسباب سقوط مروحية رئيسي التي قالت حسب التحريات الأولية قالت إن تكاثف السحب والذباب الكثيف فوق الجبال هو السبب الرئيسي في تحطمها أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه أمس بقصر قرطاج بمالك الزاهي وزير وشؤونة الاجتماعية أكد ضرورة وضع تصور جديد لدعم السندق الاجتماعية بطرق مختلفة لا تمكنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي ونشئت من أجلها كما تترق رئيس الدولة إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن وكذلك الإسراع بتسوية أوضاع عمال الحظائر وأوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم وشدد في هذا السياق على أن من أحيل على شرف المهنة يجب أن يعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته وأن الترفيع في جرايات التقاعد يجب أن يكون عملية آلية بموازاة مع الترفيع في الأجور بما يضمن للمتقاعدين جرايات عادلة هذا وتولى رئيس الدولة أمس تقليد منجي البواندي المتحصل على جائزة نوبل للكيمياء لعام 2023 الصنف الأول من وسام الجمهورية وكان هذا الموكب فرصة أكد فيها رئيس الجمهورية على رهان الدولة التونسية على التربية والتعليم والبحث العلمي وتوفير كل الظروف الملائمة للتونسين والتونسيات حتى يرتقوا إلى أعلى المراتب العلمية مبرزا أن تونس تزخر بالكفاءات التي هي مبعث افتخار واعتزاز لبلادنا أقر مجلس وزري بشرف رئيس الحكومة أحمد دل حشاني خصص للنظر في الإعداد للموسم السياحي لهذه الصائفة أقر تكوين فريق عمل يضم كل الوزرات المعنية لمتابعة حسن سير الموسم وتأمين تدخل الفوري لحل كل الإشكاليات التي يمكن أن تترأى وأعلن وزير والسياحة وضع خط أخضر لتلقي الشكيات كامل أيام الأسبوع 24 ساعة على 24 على الرقم 80333 كما تم أحداث خلية تعنى بمتابعة التعليق والتشكيات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني وقال وزير والسياحة محمد المعز بن حسين أمس في تصريح لسانو الماجري في افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني قال أن المؤشرات الحالية تشير إلى تطور نسبة الحجوزات للموسم السياحي المقبل وأضاف أن وزارة السياحة وضعت هذا الموسم أهدافا نوعية لاستقطاب سياحا من ذوي القدرة الإنفاقية العالية عمل دقوب متواصل على طيلة سنة في تبعات الحال باش نكونوا جاهزين باش ننبيوا رغبات متاع الزوار واللي بشيجوا لبلادنا واللي واتوانسة كذلك ما يتعرف السياحة داخلية هنا سق حثيث جلسات متواصلة عمل متواصل مع مختلف الهيكل متعرفة قطاع السياحة قطاع أفقية مصولية ومشتركة باش يكونوا جاهزين في مختلف الحلقات متاع سلسلة القيم هذي الكل بتبعات الحال في إطار برنامج كفير واحنا بحاولها معناها حسب المؤشرات اللي عالنا حاليا إن شاء الله معناها فما تطور بتاع أول حاجة نسق الحجوزين فما تطور بتاع نسبة الثيقة في الوجهة السياحية والسياحة ولكن احنا بتبعات الحال فما يقضى فما ذلك كذلك تكثيف عملية الرقابة أحب أن أكدوا عليها الرقابة وتفقط على المؤسسات السياحية بشكل زالة كذلك الجاهزة وخذلك وحطينا رقم أخضر اللي هو ذي على ذمة لنفس كل التوانسة والأجانب إذا كان عندنا بتشكيات هو 80333 رقم أخضر ذيك ولمعالجة الشكيات عنا زالة منصة إلكترونية لمعالجة الشكيات أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية عبد الرؤوف العجيمي أمس أن الوزارة تعمل من أجل الضغط على أسعار أضاحي العيد كما تعمل مع وزارة التجارة على توريد كمية من اللحوم المبردة سيتم ذخها بالسوق مع بداية جوان القادم فما عمل مع وزارة التجارة لتوريد كمية من اللحوم المبردة تقريبا من بداية جوان بشكمة واجدة بالسوق مسعى إلى ترشيد السعر في السوق في شكل مواطن والمستهلك يلقى ضحية متاعه بسوق مرفق إن شاء الله صدق مجلس ونواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم تدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس أكدت سندس كريم المديرة العامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان أكدت أن أسباب تعطل واستكمال تسليم المساكن الاجتماعية تعود بالأساس إلى التعفر في إعداد القائمات وأوضحت أن مطالب الحصول على مساكن اجتماعية تجاوزت 200 ألف مطلب يتم دراستها على مستوى جهوي بصفة أولية ثم إرسالها للإدارة المركزية مشيرة إلى أن عدد المساكن والمقاصم الاجتماعية في طور الإنجاز بلغت 3246 مسكنا فيما بلغت المساكن الجاهزة في طور التسليم 268 مسكنا اجتماعيا والآن مستمعين مشاهدين الكرام إلى جولة في آخر تطورات في الأراضي الفلسطينية نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين في تقرير النانوشيرامس قال خبراء المستقلون بينهم محامية حقوق الإنسان أمالك لوني إنهم أجروا عملية مراجعة وتحليل واسعة نطاق شملت إفادات الشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محاقي قوى المحكمة الجنائية الدولية في إطار التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير دفاعه وأكدت اللجنة أنها مطمئنة بأن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة وطلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع تفاصيل أوفث سياق التقرير التالي لمونيا السياري جدد رئيس حكومة الكيان الصهيوني المحتل بن يمين نتنياه أمس تهديده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر مذكرة اعتقال في شأنه هو ووزير دفاعي جالينت داعيا ما وصفها بدول العالم المتحضري لرفض هذه الخطوة بشكل واضح من جهتها جددت الخارجية الأمريكية استنكار قرار المحكمة وقال وزير الخارجية بلينكن خلال جلسة استماعا بالكونغرس إن قرار المحكمة خاطئ ويحبط الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة مؤكدا أن إدارة بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على محكمة الجنايات الدولية بسبب قرارها كما أعلنت دول غربية أخرى منها ألمانيا وبولونيا استياءهما من القرار وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الاتهامات التي وجهها المدعي العام للجنائية الدولية خطيرة ويجب إثباتها الخارجية الفرنسية من جهتها أعلنت في بيان لها بأن فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات فيما أعلن وزير خارجية النرويج التزام بلاده باعتقال نتنياهو إذا زارها على سعيد آخر من المنتظر أن تعلن الحكومة الإرلندية اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا وكانت دول الأعظام في الاتحاد الأوروبي إرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا أشارت في الأسباع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية معتبرة أن حلت دولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة هذا وتحاصر القوات الصهيونية مستشفى بجبالية كما تحاصر مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع بعد أن قصفته بالسواريخ مما اضطر المصعفين إلى الهروب بالمرضى إلى الشوارع وناشد أمس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدنوم جيبرزوس ضمان استمرار هذين المستشفى الوحيدين العاملين في القطاع وعدم تعريض قدرته على رعاية المرضى للخطر وأعلنت أمس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا توقف توزيع الموارد الغذائية في مدينة رفح بسبب نقص الامدادات وانعدام الأمن نتيجة العمليات الإسرائيلية بالمدينة إلى هنا نصل لختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد يغادر فجر اليوم أرض الوطن في اتجاه طهران لتأدية واجب العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة وضع تصور جديد لدعم السندق الاجتماعية وضع تشريعات جديدة لتسوية ملف المناولة ووضع عمال الحظائر والمتقاعدين تكوين فريق عمل لمتابعة حسن سير الموسم السياحي الصيفي وأكثر من 200 ألف طلب على المساكن الاجتماعية ومصاعب في أعداد قائمات المنتفعين وفي العالم الحكومة الإيرلندية تعلن اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية مع الحبيبة جغام مع جمل تحيات كاملة الفريق دمتم في رعاية الله